موسيقى وبرضه احب اقول في اول كلامي اشكر جميع القيادات وعلى رأسهم السيد الرئيس على المجهودات المعمولة في البلد وعلى الجهود المبزولة عشان خطر الشعب يرتاح والنزيل هي الغمى من على شعب مصر ككل اول حاجة طبعا موضوع كورونا انا طبعا زي ما قلنا كل حلقة او انا اكتر من حلقة اتكلمنا فيها وكان معانا استدافات واتكلمنا في الاخطار ومش هقول بقى انا نهاردنا مش هتكلم ازاي نقوم بالتوعية وازاي نوعي نفسه احنا حافظنا كل الحاجات دي كلها وكل السوشيل ميديا بيتكلم في النافس الموضوع لكن احنا عايزين نفكر في حاجة صغيرة كده لو قلنا كورونا دي ونبص من نفسنا شوية هالكورونا دي لما ربنا سبحانه وتعالى يعني القاها علينا انا بقول ربنا ما بقولش بقى اي حاجة تانية حنقول الصين الصين طول عمرها بتاكل وبتشرب كل الحاجات اللي احنا عارفنا مش جديدة عليها تاكل اي حاجة يعني زي ما انتوا فاهمين طبعا لكن الجديد ان الشعوب كلها بقت فيها مخاطر وفيها حروب وفيها حاجات صعبة جدا احنا لا ندري بيها طبعا احنا هقول الابسط حاجة احنا ما كناش نتخيل ان السعودية يقف فيها الطواف يقف فيها الحج والعمرة وده من اصعب ما يكون الا اذا كانت حاجة قهرية والحاجة القهرية دي مش هتيجي من مرض الا اذا كان رب سحنا تعالى ادنا ارسط ودن زي ما بنقول عشان نفوق لنفسنا موضوع كورونا قبل ما يكون وباء بيقضي على حياة بعض الناس هو وباء عشان يفوق كل الناس بمعنى ايه كتير او من الشعوب العربية او الشعوب اللي موجودة كلها حروب دلوقتي بدأت تساعد بعضها محدش يتخيل ان روسيا بتساعد امريكا محدش يتخيل ان في ان في بعض الدول بتبعت مساعدات وخدمات وماليات كتير عشان تساعد الشعوب التانية الفقيرة وغيره 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 بلدنا نفسها دلوقتي بدأت تعمل حاجات كتير طب احنا لو فكرنا كده شوية وقعدنا كده مع نفسنا لما جينا قلنا كورونا احنا منلتزم بيوتنا مجاش في فكرنا ان ده برضو يدل على ان كل انسان يقعد في بيته يعني يقعد يرجع نفسه لانه في لحظة يعني انا اسفة في كلمة اللي في لحظة ممكن ينتهي يجي قداء ربنا كورونا ممكن تجد على الانسان في لحظة بس ده شغل ربنا قبل ما يكون شغل اي حاجة تانية انا بقولها تحت الوطيرة دي ممكن الناس ما يعجباش كلامي او ما يعجباش رأيي لكن انا بقول ان ده في الاول والاخر اختبار من ربنا بيقول لنا فوقه المخطئ يصلح خطأه يعني فيه مننا كتير اخطئ حتى حوالي نفسه جوه نفسه تعالي حتى فيه بعض الناس مش مواصب عصر انت قاعد في الوقتي في البيت صلي مخاصم بعض الناس صالحهم مش متقرب مع اسرتك احيانا كتير الست عندها وقت فراغ كبير تقول لك انا جوتي مش موجود وببقى نفسي بيجي من الشغل ينام ويمشي ومش بيقعد معانا وهو الاخر طب كورونا قربتك من جوزك على فكرة مش بعدتك عنه الوقت اللي بيقعد فيه الوقت الطويل ده بيقعد مع الاسرة حتى انت لو كان معاملتك معاه اساسا مش صح تتحسن في اللحظة دي وهو كورونا دي جاي عشان نحسن حاجات كده كتير قوي فينا مش جاي علشان ان احنا لا نتطهم وخايفين نموت الخوف من نموت ايه عشان نراجع لنفسنا نراجع لنفسنا دي عشان جوانا اخطاء مفيش انسان مش مخطئ مفيش انسان مغلطش ولو غلطة بسيطة لو قاعد مع نفسه وراجع مع نفسه وقاعد فكر كده حيقول فعلا ان انا عملت كذا طب انا بيني وبين ربنا ممكن في لحظة ربنا يجي عليا لا انا حاول اراجع نفسي احاول احسن اللقتي مع ده احاول اتعابل مع ده احاول اكون اللي بيدي اللي بيدي فلوس بالربة يراجع نفسه اللي بيسرق يراجع نفسه اللي بيخطئ اخطاء تانية بيراجع نفسه لانه ممكن في لحظة دي يتقضى عليه ويقابل ربنا بشكل مش حلو ربنا شايف الدنيا دي كلها وشايف الاخطاء وبلاوي بتحصل فهو بيقول لنا فوقه فوقه وارجعه رجعه لي يعني حرمان اي حد من الصلاة سواء كان مسلم او مسيحي الكنيسة اللي اتقفلت والمساجد اللي اتقفلت ده امر صعب صعب علينا كلنا لكن في النهاية بيخلينا برضو بنصالح نفسنا ونغير من نفسنا كتير 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 برضو في بعض الناس بتتريق على الوقت ازاي بقت الساعة عاديين في البيت من الساعة ستة للساعة سبعة احنا زهقانين وخصوصا الشباب لو فكر الشاب كده ان الفطرة دي بتنفعه هو معظم الكافيهات اللي هو بيقعد فيها طبعا احنا عارفين الشباب اذا كان بيشرب تجاير او شيش او او لاخره بيحب يلف كتير طبعا مع بعض الشابات وانت برضو فاهمين كل انا بقوله انت بقيت معتكف في البيت رجع نفسك انت دلوقتي ممنوع من حاجات كتير ممكن دي فطرة نقوها لنفسك ربنا بيخلينا انطهر نفسنا بنفسنا هو عايزنا عايزنا كويسين لان في الايام الاخيرة دي ظهرت حاجات كتير مخطئة كمان مش هقول حاجات طبعا ظهرت معارك وحروب وظلم الناس كتير فربنا بيقولنا احنا في لحظة اولا انا برضو بقول برجع تاني بقول انا مش شيخ عشان هم بقول لكم ربنا لا طبعا ربنا فوق الكل بس انا بتكلم من منظور معين ان وجودنا في البيت الوقت الطويل ده ده فيه اصلاح لحاجات ياما اصلاح زوج مع زوجته والعكس الزوجة مع زوجها اصلاح زوج مع ولاده يحتضنهم يقعد معاهم بدل ما يبقى زهقان وبيتنفخوا متدايق لا يبقى قاعد يتكلموا يتناقشوا يشوف ايه اللي كان نقصهم حياة ياما كمان عايزة اقول حتة مهمة قوي قوي موضوع كورونا خلى ان احنا يبقى عندنا جانب انساني الجانب الانساني ده لازم يكون في قلوبنا كلنا طبعا كل الناس بتنزل دلوقتي مهتمة بحاجة واحدة تاكل عمالة تجيب اكل وتشيل اكل وتشيل طب اللي معاها وعنده المقدرة ان يجيب اكل ويشيل لشال عشر كياس مكارونا عشر كياس رز ممكن يساعد أسرة واحدة بس انا بطالب بالحتة دي لو انت عندك المقدرة تفتح بيتك وتجيب عشرة خمسة كياس رز خلي اتنين على جنب اذا دلت على جنب اي حاجة بانت اجيبها احتضنها حاجة بسيطة كده وديها الاسرة فيه اسر يا جماعة يعني الظروف دي اللي بنمر بيها من اصعب ما يكون مش لقيين فاحنا بنقوله اللي عنده المقدرة ساعد ويمكن ده برضو اختبار من ربنا بيقولك لو انت سيئها كده وماشي فوق اللي طلع الحج وما طلعش وقادر يدفع بالمئة الف والستين الف والخمسة وسبعين الف ممكن يقرس الف الفين لأكل الاسرة غلابة مش لقيين الاسرة القب فيها ما يصور الحال ويقدر يجيب لهم يعني وجبات كويسة في بيته او يقدر يكاف في بيته ممكن يقسم الوجبة دي اتنين لناس ويطلعها الوجه الله سيق تماما ان انت لو عملت كده الكيس اللي انت عطيته واحد هيتردلك ثلاثة اربعة وانت مش حاسب بأي طريقة ما فكورونا جاية تفوقنا جاية تقول بصوا للناس الغلاوة اللي انتوا مش شايفينها فيه ناس كتيرة برضو من اصحاب الشركات واصحاب الشركات الاسلثمارية اللي بيزلموا العمالة وبيرفضوا ان هم يدوهم اجازات وبيرفضوا ان هم يدوهم فلوسهم الحقيقية طبعا الناس كتير بتعاني من الحكاية دي انا بقول لهم رعوا ربنا لان انت صاحب شركة في لحظة ممكن يتغير الموادين كل ده زي ما تغيرت موزين البلاد كلها في لحظة قادر المولى يغيرها فروعي العمالة اللي عندك فيه اسر محتاجة المال ومحتاجة الاب ما هو بينزلك ولو تعرض برضو لاي حاجة هيتأثر ولو كده ربنا كده عليه برضو الاسر هتتأثر فيه حاجات كتير كورونا بتصحصحنا مش كورونا ان احنا بنخاف ونقعد في بيوتنا وطرى حنعمل ايه ولازم نتطهر ايدينا مش كل حاجة الكلام ده اه الفيروس موجود وطبعا بفضل القيادات الكبيرة بفضل عبد الفتاح السيسي والناس دي كلها شغالة شغالة من نار ما منختلفش ده اتجاه وفيه اتجاه تاني انا بتكلم على اتجاه التاني اتجاه اللي من احنا الانتجاه الانساني بتاعنا اللي احنا لازم نعمله ولازم نكون قدامنا خير لبعضنا فيه ناس قلوبها وحشة وقلوبها جمدة ما بترعيش حتى في الظروف اللي احنا فيها دي ما بترعيش فعلى قدية الحدود راعي راعي جارك راعي اي حد غلبان انا بناشد الحتة دي وبناشد اصحاب الشركات راعي العمالة اللي عندك دول بشر يعني محتاجين وقفت قفلت الكافيهات وكافتريات والاهاوي دي كلها لها حكمة برضو ما عندي ربنا اللي خلى ان احنا نقفلها اه وهو ربنا ما لاشقفلها طبعا دي قرارات جات لنا بس برضو لها هدف بدلا ما انا بقعد اقعد مع اسرتي الشاب اللي بيقعد وبيشرب وبيمشي وبيروح وبييجي بيقوله ارجع فيه شباب كتير جدا وم بتصليش فيه شباب كتير جدا بتستهتر بحاجات شامعة فيه شباب برضو اه بيتعرفوا على شخصيات من اللي بنات وبيتحقوا على عقولهم وبينجدوهم بحاجات كتير جدا وبيفرحنين بالاساليب جي كلها ربنا قفلك في اللحظة انت ممكن في اللحظة تروح قالك راجع نفسك وانت قعد كده في بيتك واستخواتك فكر شوف اختك شوف اخوك شوف الاسرة اه شوف ان ربنا قالك انت قعد وشايف اللي حواليك ممكن يحصل اي حاجة راجع بقى بينكوا بالنفسك اللي ضحقت عليهم لا افوق وانا بقول لكم في الاول والاخر كورونا مش جاية لانها تخلينا في بيوتنا كورونا جاية تقول لنا فوقوا من اللي انتوا كنتوا فيه صح صحوا الامور هتتعدل واحنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم القيادات الامور ماشية واحدة واحدة وبفضل الله وحفظه بفضل الله مصر طبعا النسبة بتاعتها مش عالية للدرجة طبعا سوشيال ميديا عاملة بروجاندا جامدة جدا وبتتعب اعصاب الناس بطريق غير مباشر لكن الامور بدأت تتحسن بدأ يبقى وجود فيه مصر اليابان بدأت تكون عندها مصر وفيه مساعدات مع مصر مع اليابان بتساعد مصر وبناخده المصر حنجربه على بعض الحالات وفيه حالات كتيرة جدا كانت شافت منه هو برضو المصر مش بيشفي او هو جاي برضو عشان ماقولش حاجة مخطئة ان المصر مش جاي عشان ينهي على كورونا هو مضد مضد يعني يقلل الحاجة اللي فيها او يساعد على ان ما ينهيش الحالة نفسها كعمل مساعد بس برضو ان مصر الوحيدة اللي فيها نسبة كورونا قليلة جدا ده برضو حماها ربنا سبحانه وتعالى وعشان ربنا حماها فهو بيحمينا وعشان بيحمينا فاحنا لازم نحمي نفسنا ونغير من نفسنا ونراجع نفسنا مرة واثنين وثلاثة ومنستنزفش بقى يعني انا برضو بشوف ناس رايحة تجيب في السوبر ماركات كميات رهيبة جدا من الحاجات وبتشيلها ما تخزنش بلدنا بقى بفضل ربنا وبفضل رئيسنا خيراتها موجودة وحتكفينا وتكفينا لأكتر من سنة واثنين لو فيه استمرارية لهذا المكروب يعني احنا محصنين بفضل الله ثم القيادات اللي حوالينا فعشان كده بقول بدل ما معاكل المبلغ اللي جيب كم لأ جيب حاجة وطلح حاجة للناس اللي تعبانا فيه جماعيات وفيه مبادرات انا شفتها والله يبرك لهم طبعا انا مش فيليش داعي لذكر قسمهم عشان ما اقولش انا بعمل لهم شو بيجسفوا بنفسهم وبينزلوا وبيوزعوا وجبات وبيوزعوا حاجات خيرات ربنا بطريقة جميلة هم مش محتاجين شكر هم بيعملوا واجب واجب لبعض الناس اللي في الكرة اللي في الاماكن اللي احنا ما نعرفهاش بيساعدوهم واجبات تنفحهم عشان كده بقولك بدل ما تروح فاتح الله تجيب عشرين كيس عشان تشيله في البيت لأ جيب حبة ووزع النازل تأكد ان الكياس اللي عندك اللي انت شعلها بفضل ربنا حكف فيك اكتر من شهر واتنين بالبركة لان انت سعيدة ناس محتاجين لقمة صغيرة ففيه قسر محتاجين كورونا بتقول لنا ساعدوا بعض راجعوا نفسكو حبوا نفسكو دلوقتي معانا انا طبعا عايزة برضو اقول لكم حاجة ان الدكتورة دكتورة فاتن من الدكترة طبعا الشخصيات الممتازة كانت عاملة فيديو مختص طبعا عن كورونا الفيديو ده انا حب ان هو يتعرض وتتفرجوا عليه ومتتكلم على كورونا بس حنشوفو ان شاء الله بعد المدخلة معانا بقى الدكتورة فاتن مساء الخير مساء الخير ازاي حضرتك اخبارك ايه ازايك يا دكتور ازاي حضرتك عامل ايه الاول اقولك مساء الخير على الوش الجميل البشوش اللي جاي لنا من اسكندرية بنت اسكندرية الجدعة الله يخليك يا رب ما حميش منك ابدا منورة الشاشة ده بنورك والله بنور حضرتك فكفاية بس طلتك كده كلها تفاقل الله يخليك لكل المصرين وكل العالم العربي الله يخليك مبروك البلازمة الجديدة صحفة للساحة والجمال الله يخليك يا رب بحب أمسي طبعا على كل الجروب اللي قدامك في الكاميرات وورا في الكنترول وعلى رأسهم طبعا الموخص محمد عزت أهلا وسهلا بي أنا بس عايزة أقول يا جماعة كفاية كفاية بقى خوف كفاية رعب الموضوع زي وزي أي مرض بياخد وقته هيعدي إن شاء الله أزمة وهتعدي زي ما حضرتك شفت الفيديو ولكن مش هتطرق لحضرتك أولتي من ناحية الإيمان وقوة الإيمان كلنا عندنا الحمد لله كوة تحمل وكوة إيمان تمام وده وغزينه من أيام الفراعنة من النير والصبر والكوة من كل حد ولكن أنا عايزة أقول إن إحنا لازم نكون ثلاث قوة نعم قوة لعلاج الحالات اللي إحنا سمناهم الجيش الأبيض تمام قوة من الجيش الأصفر اللي هم أمال النظافة والطهارة للبلد كلها دول قوة مع نفسهم باتنين عندي قوة تانية عندي قوة تانية لازم تشتغل لازم تنتج مش هنوعد مستخبين حضرتك النهاردة من القوة دي حضرتك نازلة النهاردة عشان تدعمينا وتدينا نقطة قوة نحنا نكمل القوة الثالثة اللي هتمدينها بالطاقة اللي هتمدينها بالتفاؤل هقول عليهم أطباء النفس استشاري النفسي تنمية البشرية كله أم وقب فلو أنا مش قادر أدعم ابني أو بنتي وتديره قوة تفاعل وكوة أنه يتحمل الصعوب بعد الأزمة هنخرج في مصيبة النهاردة من خلال حضرتك هقول يلا نفكر خارج الصندوق الصندوق بتاعي أن أنا عندي فلوس مبلغ من المال في البيت ومبلغ في البنك النهاردة اللي في البيت خلص واللي في البنك بدأت أفرف منه بشتغل مهنة فيه مننا كتير فقدوا المهنة بتاعتني فيه مننا كتير مرتبهم منزل 30% فيه مننا كتير مش عارف لما يخرجوا بيعمل طب ورقة وقلم ودعيدي وراء وقلم في إيدك ودعيدي شوف إمكانياتك إيه اللي موجودة دلوقتي وبعد الأزمة حضرتك هتام بيه سيادتك هتقومي بالدور شكله إيه الفكرة مش في اللحظة دي يا دكتور نذين مش في لحظة إن أنا أنزل زي ما حالك قلت أجيب 5 كيلو مكرونة و5 رز يكافوني أسبوعين الفكرة فيما بعد الأزمة مصر هتبقى من أقوى الدول وأعظامهم حضرتك لو ضعيف مش هتعرف تكمل معينة مش وباء باء مش كورونا مش هتعرف تكمل معينة حضرتك لو الأوبن ماين بتاعتك مش واسعة مش هتعرف تفكر أنا هشتغل إيه إحنا مش عايزين ناس ضعيفة مش عايزين ناس مرعوبة وخايفة إحنا عايزين ناس تكمل البلد دي تكمل إنها تكبر شفت الرايز بنفسه ونازل في وسط المجتمع مش خايف على نفسه مع إن كل رؤساء الدول موجودة وقصر عالي بتتكلم كلها رعب إحنا شفنا الرئيز بتاعنا خارج لابس المسك كعامل احتراضي ولكن في لحظة لما جي يتكلم عشان يزبق لنا كه وتخوف على الشعب قلع المسك عشان يبقى لك تعبرات وشه عشان يوركي مفعالاته إزاي إزاي خايف عليك مش معنى كده إنك تقعد ومتكتف إديتك فرصة تنزل شغلي لو أنت عندك شغلي ضروري جدا زي ما حضرتك وأنا كنا نبالح في شغلي ضروري جدا نزلنا بس مجرد ما خلصنا شغلنا عودة تاني للبيت فأنا هعمل حساب ولادي وأنا خارج وهعمل حساب ولادي ونجح حساب ولادي حساب الأسرة حساب العائلة حساب المجتمع حساب الدولة أرجوكم كفاية خف وكفاية رعب فكروا بطريقة إيجابية الخف مش هعمل لك حاجة اللي بخاف من عفريك بيطلع لك طب هنا عايزة أسأل حضرتك أم يعني إحنا يتعاملوا بقى يعني يتعاملوا الأسرة تتعامل إزاي مع كورونا يعني إرشاداتك ليهم إيه أنا كأم هتكلم كأم وهتكلم كأم تمام كأم حضرتك من نظافة بيتك كويس واخد بالك من نظافة ولادك من نظافة الأكل من المكان اللي بتشتري منه أكلك الموضوع انتهى إحنا عاديين في البيت مش فاتحين نتك 24 ساعة معلومة من أول خبر خلاطك في الستلفزيون عندك الكمل معلومات بتاع الأبحاث إن هتعملها لأولادك في ابتداء وإعدادة خليك تخش معهم في مجلات من التفكير تعالي بقى وهاتي كتب للأصفات هاتي كتب مش كنت بتشتكي إنك مش عارفة تجمع أولادك هم متجمعين معاك فرصتك وجسلك الفرصة ما جاتش يا دكتور نيفيني إن أنا أعمل بسكويت عشر دقائق وكيك واخلي رحت البك كيك الفرصة جات للحوار كنت يزعلانة من جودك طول الوقت برة ومش قادرة تتواصلي معين غيري من نفسك غيري من تفكيرك اللي انت كنت تتعمليه في الأيام العادية ما تعملهوش خلي حضرتك شكلتين مش معناها أنت تروح تترابي برضو أكسوزين وبيتقول أنا غيرت من شكل لأ شكلت الاجتماعي شكلت الصقافي فكرك شو في انت أه لازم حديك تبتسمي طبعا لما تسمعي كده ولازم كله يضحق التغيير يا جماعة مش تغيير في شكل تغيير جبير أي وتغيير حل التغيير من جوايا اللي بتفل اللي احنا خوفناه ورعبناه ده أنا هنزله إزاي ما بعد الوباء يعني إزاي أنا هقنعه اللي خايف يمسك الأسانسير خايف يمسك الباب برعب ببشع إزاي هقنعه ينزل يروح المدرسة بعد شهور إزاي خليه سلم على صاحبه وعلى أخته بعد شهور فخفه من الروعب ده شوية كأم وعي أنا عملت اللي علي والباقة على ربنا إحنا عدنا قناعة فنزم إن إحنا هنموت مرة واحدة بس لنموت مرتين حضرتك نسيت ولو كنتم في بروج ومشيدة أنا لو في أصر عالي ومكتوبي أموت بالوباء هموت بي طيب حضرتك لو موت في أسوأ الظروب بعض الشر على أي حد حضرتك هتقابل ربنا شهيد مين فينا ما يحبش يروح شهيد لربنا فخلي عندك إيمان أنت عامل اللي عليك انزل شغلك رب ولادك اسمع كلام الحكومة والحكومة عندك مهتمية بك لأبعد الطرق سواء أكل سواء شرب سواء مطهرات إحنا مش مؤثرين البلد مش مؤثر انت خايف مرعب بلإيه اسمع بقى الكلام انزل للشغل الضروري واللي مش ضروري أجله انت كأب قعد مع ولادك بقى احكي لهم قصة مش هقولك يا سيدي قصة دنيا احكي لهم عن ذكرياتك أيام التطولة والسنة والعداد اديهم خبراتك زعلانة من الأحوال اللي اتقفلت ما كان ابنك بيروح يسري في الفلوس هناك ما كان ابنتك بتقعد على الكافية وتبقي زعلانة ومتضررة طب هيقعدك لك في البيت علميها علميها شيء جديد علميها إزاي تختار شرك حياتها علميها شاركيها أي قعدة أونلاين لو هي طالبة في الجامعة أهودي واسمع يشوفي الأونلاين ده بعد شوية شاركيها ويعملي معها البحث هو احنا ليش تاكينا ودلوقتي زعلانين بص للنحية الإيجابية للي حصل بلاش نبص للنحية السربية وحررت معي في الموضوع ده اه طب ايه النواحي الإيجابية النواحي الإيجابية كتير جدا 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 احنا مستقذين نبص للجانب مش هقولك بقى نبص النص الكباية المليان والنص الفادي لا مش هقولك كلام ده على أرض الواقع احنا موجودين مع بعض زعلانة على المسجد أنا عرف ناس زعلانة على المسجد وما كانتش بتصلي وما زالت ما بتصليش الناس اللي زعلانة على المسجد أكلة مالية تامة الناس اللي زعلانة على المسجد فعلا قطعين سلة رحم بأسباب وهمية سلة الرحم مش معناها ان انا ما بكلمش أمي ولا أخويا ولا أختي سلة رحم انا مش بكلمهم ليه انتوا فين فقبل ما تدور على المسجد انت ممكن تحمل في بيتك مسجد تكون انت الإمام بتاع زوجتك وبنتك وابنك تكون انت الإمام بتاحهم عن حق مش عن باطل قبل ما تتكلم على الناس اللي برا اتكلم عن حضرتك من جوا بس حضرتك قبل ما تقولي لي الجو ملوث نضافي البيت جوا نضافي قلبك من جوا هو ده اللي عملت لنا كورونا إيجابيات وليس السلبيات فيه سلبيات ولكن نقدر عليها بعون الله بثقافة بقلم بتوجيه بحلقة دي حضرتك فاحنا عندنا هون احنا كاستشاري نفسي بنتحرك بكوه انا بشكر حضرتك على المداخلة الجميلة ولزلت بقول طبعا لابد ان احنا نهتم بكل حاجة وطبعا سمعتوا الكلام الدكتورة الدكتورة فاتن من احنا نستغل الوقت اللي احنا بنوضوه في البيت في حاجات كتير جدا في ولدنا في حياتنا الزوجية في كل حاجة في تقرب لربنا سبحانه وتعالى وكورونا مش مخاوف يا جماعة ان شاء الله حنعدي وان شاء الله مصر قبلها حتعدي وحادي هيعم السلام والخير والأمان تاني والراحة النفسية لكل اسرة مصرية اشكركم على حسن اسمعكم والا لقاء في حلقة قادمة ان شاء الله شكرا